اشتركوا في القناة ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد موضوعنا اليوم ان شاء الله تعالى صورة الرحمن وهي من اجمل صورة القرآن الكريم والقرآن كله جميل ولكن هذه الصورة انتشرت تسميتها بعروس القرآن لجمال النظم فيها لجمال الترتيل واختام الآيات فسموها عروس القرآن وهذه الصورة اختلفة في اعتبارها هل هي من القرآن المكي ام من القرآن المدني طبعا الصورة يغلب عليها سمت القرآن المكي وان كان مذكور في المصحف الشريف في اغلب المصاحف انها من القرآن المدني ولكن سمته حقيقة انه هو سمت القرآن المكي وقلنا سابقا ان القرآن المكي يهتم بخضيطة العقيدة ويهتم بالتذكير بالاخرة بالتحذير من الوقوع في اخطاء تدفع بالإسان الى جهنم عاد الله وعادكم منها وتشجع على الاتزام بما يرضي رب العالمين حتى يكون مصير الإسان الى الخلود في الجنة ان شاء الله رب العالمين لذلك قلنا يا صورة مكية آياتها 78 آية ويعني تبدأ الصورة بقول ربنا تبارك وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والرحمن يعني صيغة مبالغة في الرحمة وربنا تبارك وتعالى هو أرحم الراحمين يعني صاحب الرحمة الواسعة الرحمة الشاملة الغامرة الرحمن علم القرآن يعني هو علم القرآن لسيدنا جبريل عليه السلام سيدنا جبريل حمله إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علم أمته ويعني بقاء القرآن الكريم محفوظا على مدى ألف رمائة سنة أو يزيد في نفس الوقت وحيه هو من أعظم الدلالات على كرامة هذا القرآن الكريم وعلى مقامه عند رب العالمين والصورة أيضا هي تخاطب الإنس والجن في آن واحد يعني الخلق المكلف تخاطبه في آن واحد والجن سابقين على الإنس ومن هنا كذا نخطاب الجن ويعني يعتب ربنا تبارك وتعالى في هذه الصورة على الإنس والجن كلاهما الخلق المكلف بأنهما من بينهما من لا يعترف بنعم الله الكثير ومن هنا تردأت الآية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان واحد ونصفين مرة في الصورة يعني هذا يمثل تقريبا أربعين في المية من مجموعة آيات الصورة البلغة 78 آية لذلك الخطاب موجه إلى الإنس والجن في عتاب من رب العالمين كلما يذكر النعم من النعم يذكر هذه الآية يعني لذلك نقول يذكر يا معشرين والعنس خطاب متكرر في الصورة وأيضا فبأي آلاء ربكما تكذبان قلنا الرحمن صيغة مبالغة للرحمة والله سبحانه وتعالى هو واسع الرحمة واسع المغفرة علم القرآن طبعا تعليم القرآن يعني حدث من أهم الأحداث في تاريخ الإنسانية فكافة الكتب السماوية التي أنزلت قبل القرآن الكريم نحن نؤمن نؤمن بأصولها ولكن هذه الأصول ضاعت كلها ولم يبقى منها إلا ذكريات بشرية نقلها الأجداد للأحفاد والآباء للأبناء وتعرضت طبعا فقدت لغتها الأصلية ودقلت إلى لغات غير لغة الوحي تعرضت الكثير من التحريف والتبديل والتغيير ولذلك كان هناك ضرورة لإنزال رسالة خاتمة ولبقاء هذه الرسالة الخاتمة تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظها فهنا يأتي علم القرآن تأكيد على بقاء هذا الكتاب الخاتم الذي أنزل الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم يبقى محفوظا بحفظ الله إلى أن يشاء الله خلق الإنسان طبعا خلق الإنسان من أعظم النعم التي منى الله تعالى بها على هذا الكوكب على الأرض لأنه أكرم المخلوقات وأفضل المخلوقات عند رب العالمين إذا استقام الإنسان على منهج الله سبحانه وتعالى ويعجب الإنسان ماذا جاء علم القرآن قبل خلق الإنسان للقرآن الكريم فعمر أبي آدم عليه السلام في حدود أربعين ألف إلى خمسين ألف سنة والقرآن نزل من قبل ألف ورمائة سنة بقليل ومن هنا لا بد من السؤال لماذا قدم علم القرآن على خلق الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان طبعا هذا تعظيم للرسالة الخاتمة وتأكيد على أن الإنسان بكل ملكاته لو لم ينزل له ربنا تبارك وتعالى على القرآن ما كان يعني يستحق كل التكريم الذي أفاض به ربنا تبارك وتعالى عليه علمه البيان البيان يعني القدرة على النطق بما يجون في خاطره من أفكار ولذلك يعني الملاحدة كانوا يسمون الإنسان الحيوان الناطق فالنطق ميزة ميز بها ربنا تبارك وتعالى هذا الإنسان مع أطرافنا بكل كائن حي أن له لغة لا نفهمها ولكن قمة هذه اللغات هي اللغة العربية وهي لغة موهوبة وهبها ربنا تبارك وتعالى لأبوين آدم وحبواء عليه السلام ومن هذه اللغة الأصل تفرعت كل لغات العالم ولهاجاته التي تعد أكثر من خمسة ألاف لغة وآية خلق الإنسان علمه البيان وجهاز النطق في الإنسان جهاز فائق التعقيد يعني لا يقدر عليه إلى رب العالمين وهذه كلها من نعم الله سبحانه وتعالى فتعليم القرآن من نعم الله العظيمة خلق الإنسان نعمة كبيرة تعليم البيان يعني النطق والقدرة على التفكير والتعبير عما يجول في خاطره من أفكار هذه نعمة ضرورة قبل أن تتخيلوا لو أن البشر كانوا لا ينطقون ماذا تكون قيمة الحياة لا قيمة لها على الإطلاق من هنا يأتي هذا الترتيب الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وبعد أن تتقل الآية بسرعة إلى بعض الإشارات الكونية فتقول الصورة الشمس والقمر بحسبان يعني كل جربة في السماء طبعا أقرب أجرام السماء إلينا القمر فم الشمس لكن كل جربة في السماء محسوب يعني وضعه في مكانه بدقة فائقة ولو تغير هذا الوضع لنهار هذا البناء بالكامل فيشير ربنا تباره وتعالى أن الشمس والقمر يعني أبعدهما عن الأرض سرعة ضورانهما وجريهما كلهم في مداره هي من الأدوات التي أعانت الإنسان على معرفة الزمن يعني اليوم الشهر الفصل السنة ولولا ذلك أيضا ضاع التسجيل وضاع التواريخ الشمس والقمر بحسبان وأحنا أطلنا الحديث في مواضع أخرى عن الشمس وصفاتها والقمر وصفاتي أيضا ولا داعي للتفصيل أكثر من ذلك ولكنهما أقرب أجرام السماء إلينا الغمر أقرب تابع إلينا والشمس أقرب نجم إلينا ولذلك أشار إلى ربنا تبارك وتعالى في مطلع هذه الصورة على أنك لا هما من نعم الله الباقية الخالدة والنجم والشجر يسجدان النجم هنا طبعا جمع النجم مع الشجر إذا كان بعض الناس يتقال أنها النجوم التي في السماء المقصود بالنجم هنا النباتات التي لا تنمو على سيقان غليظة ولذلك تنمو قريبا من سطح الأرض سموها ناجمة عن سطح الأرض النجم وشجر يسجدان ونحن نعلم أن ربنا تبارك وتعالى يعني أنطق كل خلقه بشهادة الإبام به وإن كان هذا خلق غير مكلف ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبعه بحمده ولكن لا تفقون تسبيحهم إنه كان حليما الغفور والنجم والشجر يسجدان الأقدم قالوا سجودهما ظلهما ويعني هذا التكلف غير مطلوب يعني الله قد أنطق كل خلقه وثبت علميا الآن أن النباتات تتقاطب بلغات لا يعرفها الإنسان وإن كان قد سجدها مؤخرا فكل الشجر كل النبتة القريمة من صحت الأرض كل ذلك يعرف ربه ويسبحه ويموجده في كل وقت وفي كل حين بغير انقطاع والسماء رفعها ووضع الميزان طبعا السماء رفعها عن الأرض يعني قلنا أن أبعد النجوم التي حسب الإنسان مكانها أو توصل إلى وجودها يبعد عن الأرض 9 مليار من السنين 9000 مليون سنة وأنه بالحسابات يقال أدنى أبعد تجمع نجمي أو مجرة أدركها لسان تبعد قرابة 15 ألف مليون سنة ضوئية فالسماء رفعها يعني هذا هو الأسفل من السماء الدنيا ولم يصل الإنسان بعد إلى قمة السماء الدنيا أو الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة وهو ما لا يعرفه الفلكيون في زماننا والسماء رفعها ووضع الميزان والمقصود بالميزان هنا ليس الآلة التي يوزن بها والمقصود العدل في التعاملات العدل في كل معاملة يقوم بها الإنسان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان يعني احضروا الظلم احضروا التعدي على حقوق الآخرين ألا تطغوا في الميزان وأقيموا وزن بالقصط ولا تخسروا الميزان برضو هنا كلام ينطبق على الميزان المادي كما ينطبق على الميزان المعنوي والمقصود هنا تطبيق العدل قدر الإصطاعة في التعاملات بين الناس والأرض وضعها للأنام والأنام يعني كل المخلوقات وإن قال بعض الفسرين المقصود للأنام الإنس والجن لكن أنا أطلقه هنا كل المحلوقات تعبد ربها وتعرف هذا الله الخارق العظيم والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام طبعا تكلمنا عن الأرض قبل ذلك وقلنا أن الأرض أيضا في صفاتها ككوكب كوكب فريد يعني وأقول رب العالمين أنه والسماء رفعها إشارة إلى مركزية الأرض من السماء لأنها مرفوعة على نصف الكرة الشمالي كما هي مرفوعة على نصف الكرة الجنوبي يعني والسماء رفعها ووضع الميزان هذه الآية تشير إلى مركزية الأرض من السماء وهو أبنى لا يستطيع أن يثبته الإنسان ويشير أيضا إلى كروية السماء كما أن الأرض كرة فكذلك السماوات مكورة وقلنا في مرات عديدة أن السماوات السبع كما جاء في القناة الكريم وفي أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن الأرض السبع كذلك نحن نعيش على الأرض الأولى وباقي الأرضين يعني مغلفة في داخل هذه الأرض الأولى ويعني يغلف الخارج منها الداخل فيها والأرض وضعها للأنام وضعها للخلق وضعها للخلق وهياءها بصفات مناخية وطبيعية ومعنوية عديدة يعني لو خرج الإنسان لمحاولة العيش على كوكب آخر قد يفنى بالكامل وإذا كقول أنا محاولات يعني الاتقال إلى القمر أو إلى المريخ كلها محاولات يعني لا هدف لها إلا المبهى بالتفوق العلمي وبالقدرة على رحلات الفضاء والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام وأكمام هنا وطلع طلع النخلة الغلاف الذي يحتوي الثمرة ويعني كل ثمرة موجودة في داخل الغلاف كطلع النخيل يسمى ذلك طلعا أيضا وبعض الإخوة قال ذات الأكمام يعني الليف الذي يغطي جذع النخلة على أي حال الكلمة تتسع لهذا ولذلك فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبض العصف والريحان العصف هو يعني التب قشرة الحبوب مثل القمح الشعير الشوفان الظرة يعني والحبض العصف والريحان وسمي ذي العصف لأن الرياح تضروه بمتهى سهولة والريحان والحبض العصف والريحان يعني نعمة من نعم الله الأخرى لريحته الطيبة ولفوائده الطبية الكثيرة ويأتي هذا العتاب الإلهي الجميل الذي تقرر في هذه الصورة 31 مرة فيقول ربنا تبارك وتعالى فبأي آلاء ربك وتكذبان وردت الجن تقول ولا بأي من آلائك يا رب نكذب فلك الحمد ولك الشكر وعاتب وعاتب الرسول صلى الله عليه وسلم جمعا من صحابة حينما قرأ عليهم صورة الرحمن ولم يعلقه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجن كانوا يعني أحرص منكم على كسب الأجر فذكرت هذه الآية أمامهم إلا قالوا لا شيء بالنعم كربنا نكذب فلك الحمد ولك الشكر فلابد المسلم إذا مر بهذه الآية أن يتأسى بهذه الدعوة المباركة فلك الحمد ولك الشكر فبأي آلاء ربك ما تكذبان وبين يعرض ربنا تبارك وتعالى عدد من نعمه الأخرى على الإنسان قل خلق الإنسان من صلصال كالفخار وهذه الآية الكريمة تنفي تماما كل الادعاة الباطلة على أن الإنسان له صلة بسلاس الأحياء السابقة لوجوده يعني فكرة الطور العضوي فكرة باطلة يعني أشاعها الدهريون والماديون والعلمانيون من الذين اشتغلوا بقضية الخلق ويعني لا دليل لهم على أن الإنسان قد تسلسل من ما سبقه من حواد وصحي آخر الخلق هو يعني لم يخلق ربنا تباره وتعالى يعني نوعا خاصا من المخلقات بعد خلق الإنسان والعلماء حتى غير من غير المسلمين يعترفون بذلك وضعون الإنسان في قمة سلاسل الأحياء السابقة على وجوده خلق الإنسان من صلصال كالفخار يعني الصلصال هو الطين الذي يبس وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى بقوله الشريف إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فأتى بنه آدم على قدر الأرض جاء منه الأبيض والأحمر والأسود وغير ذلك والخبيث والطيب والسهل والحسن فخلق الإنسان من صلصال يؤكده أن التركيب الكميائي لجسم الإنسان يغلب عليه الماء ثم كثير من عناصر التي هي أصلا مستمدة من طربة الأرض وموجودة في طربة الأرض فخلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار والمارج هو اللهب الذي ينتشر من النار وخلق الجان من مارج من النار والجن بالإسمة لنا خلق غيبي لا نخوض في صفحاتها وبعد ذلك أيضا اللوم الرباني الجميل فبأي آلاء ربك ما تكذبان ولابد أن نقول ولا بأي من آلائك يا رب نكذب فلك الحمد ولك الشكر وبعد ذلك انتقل إلى قضية كونية أخرى يقول رب المشرقين ورب المغربين وجاء في القرآن الكريم رب المشرق والمغرب ورب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق والمغرب طيب كيف نفسر كل حالة من هذه الحالات إذا قال ربنا تبارك تعالى رب المشرق والمغرب فالأرض لها مشرق حقيقي واحد ومغرب حقيقي واحد طيب أما يأتي فصل الشتاء والصيف ينتقل الشروق بالنسبة لنصف القرع الشمالي ينتقل إلى الشمال إلى مدار السرطان وبنسبة نصف الكرة الجنوب ينتقل إلى مدار الجن يتحرك إلى أسفل فهناك أيضا يعني مشرقان ومغربان للأرض يتبادلان في كل من فصل الشتاء والصيف أما في الاعتدالين الربيع والخريف الإشراق الأول يكون على خط الاستواء والغروب الأول يكون على خط الاستواء فإذا قال ربنا تبارك تعالى رب المشرق والمغرب كان المشرق الحقيقي الأصلي الثابت والمغرب الحقيقي والأرض لها مشرق حقيقي واحد ومغرب حقيقي واحد إذا قال ربنا تبارك تعالى رب المشرقين ورب المغربين يقصد بهم المشرقان والمغربان في فترتين الشتاء والصيف إذا قال رب المشارق والمغرب يعني إذا تحركنا من خط الاستواء يعني إلى خطوط العرضة المختلفة يختلف مع المشرق والمغرب وإذا اتحركت مع خطوط الطول نجد أنه كذلك يعني يتكرر دقاط الشرق والغروب فلذلك نفهم نص الآية إذا جاءت بالإفراد أو بالتفثية أو بالجمع رب المشرق والمغرب رب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق والمغارب ويأتي هذا العتاب الإلهي فبأي آلاء ربكما تكذبان وعند ننتقل إلى آية كونية عظيمة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى مرق البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلو والمرقان فبأي آلاء ربكما تكذبان نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يمن علينا وصاحب الفضل والمنة في صور الأخرى بأنه مرجى البحرين هذا عظم فراطم وهذا ملح الأجاب فقال المبصلون التقاء الماء العظم بالماء المالح أو يعني كيف تدفع دالات الأنهار يعني بالماء العظم فينزل إلى البحر ولا ينتزج به مزاجا كاملا ويقول عندنا ثلاثة أنواع من الماء ماء عظم ماء قليل الملوحة يحيط بهذا الماء العظم ويعزله عزدا كاملا عن ماء البحر المالح وهناك سياج أيضا كهربي وسياج من الرسوبيات يحول دون انتزاج الماءين وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى لأن طيار الماء المندفع من النهر إلى البحر في كل دلات الأنهار يعني يحمل كائنات تحية في الماء العظم وإذا فوجئت بالماء المالح تموت تهلك فهذا رحمة الله سبحانه وتعالى يبن بها ربه تبارك وتعالى على خلقه أجمعين ولكن هذه الآية الكريمة جاء في نهايتها يخرج منهما اللؤلو والمرجاد ومعروف علميا أن اللؤلو والمرجان أو أصدى في اللؤلو والمرجان لا يعيشان إلا في الماء الضح العالي الملوحة يعني الدافئ يعني يزيد حتى عن الماء المانح في البحار المفتوحة فمعنى هذا الكلام أن الله يمن علينا هنا بأنه مرج البحرين المالح والمالح مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يمغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والبرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وهذه الآيات القليلة وهذه الآيات القليلة دفعت بعالم فرنسي كبير جاك كوستو ينتقل من المسيحية إلى الإسلام باختياره وعلن ذلك في مؤتمر صحفي كبير وهو من أشهر علماء البحار يعني في التاريخ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يمغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والبرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وأقول أن هناك آيات أخرى تتكلم عن انتقاء الماء العذب بالماء المالح ولابد أن نفرق بين هذه الآيات وآيات صورة الرحمة وله الجواري المنشآت في البحر الأعلى الجواري المنشآت السفن صاحبات الأشرع الشراعي الكبير الجواري المنشآت في البحر كالأعلام الجريات في البحار والمرفوعات القلوع كالجبال الشايقة في البحر كالأعلام يعني تعظيم وتفخيم لعملية جري هذه السفن وعلى قدرة الله البالغة التي جعلت من الماء هذا السائل الخفيف الخفيف الضعيف أن القدرة أن يحمل على ظهره يعني هذه الأجسام ذات الكثافات والأوزان العالية للغاية ولولا خانون الطف الذي وضعه ربنا تبارك وتعالى في الماء يعني ما استطاعت يعني أي سفينة أن تعبر هذه الفجاجة المائية ولا حتى الإنسان يستطيع أن يتحرك يعني من مكان إلى آخر فوق الماء وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربك ما تكذبان ولا بأي من آلائك رب نكذب فلق الحمد ورق الشكر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربك ما تكذبان هنا إشارة إلى حتمية الآخرة التي أنقرها المنكرون وتجاهلها الغافلون وهي حقيقة من أهم حقائق الوجود فالبشر والخلق جميعا يعني يخلقون ثم يعيشون وكل واحد له أجل يغادر فيه هذه الحياة وهذا من أعظم الأدلة المؤكدة على حتمية البعث بعد الموت وعلى حتمية فناء كل الأحياء قبل أن تأتي الآخرة ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربك ما تكذبان الله يعني هو خالق الزمان فلا يحكمه الزمان وهو خالق المكان لا يحده المكان فالله فوق كل من زمان والمكان ولكن جعل الزمان والمكان حدود تحد الإنسان حتى لا يغطر بعلمه أو بقوته أو بقدرته يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربك ما تكذبان قلنا أن الله سبحانه وتعالى فوق كل الأبعاد التي يحد بها خلقه فكل يوم هو في شأن في أمر من الأمور التي لا نعلمها سنفرغ لكم أيها الثقلان الثقلين هما الإنس والجن سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يعني لكم موعدكم للحساب والجزاء في الآخرة دمعنا سنفرغ لكم أن وقت الحساب قادم قادم سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يعني نفس الرد ولا بأي من آلائك رب نكذب فلك الحمد ولك الشكر يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربك ما تكذبان وطبعا لابد أن نعلم أن الإنس والجن يعني له بقدرات معينة وأن الغلاف الغازي الذي جعله ربنا تبارك وتعالى حماية للإحاءة على الأرض لا يسمح للإنسان أن يتحرك بين خلالهما يعني لأن الظروف تختلف تماما فالأرض محاطة بالنطاق المناخ الذي يمتد من سطح البحر إلى 12 كيلومتر ثم ما يسمى النطاق المتطبق من 12 إلى 50 كيلومتر النطاق المتوسط من 50 إلى 80 كيلومتر النطاق الحراري من 800 إلى 700 كيلومتر النطاق الخارجي من 700 كيلومتر إلى 10 ألاف كيلومتر هذه المستويات كلها لا تصلح لهاتي الإنسان المستوى الوحيد الذي يمكن الإنسان أن يعيش فيه والحيوان أيضا هو نطاق المناخ الذي نحي فيه يعني يمتد من مستوى سطح البحر إلى 12 كيلومتر إذا تجاوز الإنسان هذا الارتفاع 12 كيلومتر بغير وقاية قد يهلك بالكامل يقل الضغط فتنفجر كل أجهزة جسمه يصعب عليه التنفس يقل الأكسجين يكثر 2.2 كيلومتر والغازات السامة الكثيرة فلا يمكن الإنسان أن يتحرك في هذه المضعق ترتفع الحرارة إلى درجات لا يتحمل جسم الإنسان لذلك قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتهم أن تنفذوا من أخطار السموات والأرض فانفذوا طبعا هذا تحدي من الله سبحانه وتعالى ويقول لا تنفذون إلا بسلطان والسلطان هو سلطان الله سبحانه وتعالى أو يعني يقول عند الإنسان وسيلة مادية تحميه من المخاطر التي يضر بها في هذه الدلط وبعين فبأي آلاء ربكم تكذبان يرسلوا على لكم شواض من نار ونحاس فلا تنتصر أنا جرست في ليلة من الليالي أكتب في تفسير هذه الآية الكريمة وجمعت حولي عدد كبير من كتب التفسير فوجدت أن أغلب كتب التفسير تقول يعني شواض من نار ونحاس فلا تنتصران شواض من نار يعني نار ونحاس يعني قالوا نار يعني نار بلا دخان ونحاس يعني دخان بلا نار لم أجد يعني في اللغة ولا في السياخ القرآني ما يدعم هذا التفسير وقلت لماذا ليكن نحاس كما يقول هالقرآن نحاس نحاس وأنا أكتب في المقال يعني في وقت متأخر من الليل إذا بتصال تليفوني من أمريكا شخص يقول يا أنت زوجي النجار قلت نعم قالوا لا أنا أبحث عنك من فترة طويلة لأن عندي يعني معلومة أريد أن أوصلها إليك أدعوا ما هذه المعلومة قال أنا أخذت أولادي إلى البتحة في العلوم في باشيطن دي سي ورأيت في أحد طوابق نموذج لأبولو يعني ليس نموذج يعني أبولو نفسه مركبة أبولو مشقوقة نصفين النصف الخارجي عشان يري الإنسان شكل هذه المركبة ومن الداخل البنية الداخلية لها قالوا جدا أن هذه المركبة يعني مغمورة بأكسين النحاس استغربت يعني سألت من المسؤول عن هذا الطابق فأتى إلي هذا المسؤول سألته ما هذه المادة الخضراء قال له كربونات النحاس قال هل تضعون النحاس في سبيكة مركبات الفضاء قال لا النحاس موصل جيد للحرارة والكهرباء والمركبة تمر في مناطق إما شديدة الحرارة أو شديدة البرودة فلا يمكن أن نضع فيها نحاس قالوا من أين هذا النحاس قال المركبة هي صائدة ترجم بوابل من ذرات النحاس وتعمل شقوق يعني محفورة بعمق تمتلئ بهذه الذرات وهي عائدة تدخل في نطاق المناخ الأرضي حيث الرطوبة العالية ووفرة الأكسجين وثاني أكسجين الكربون فيتحول هذا النحاس إلى كربونات النحاس قال والله سجدت لله شكرا لأنني ذكرت هذه الآية الكريبة يعني يرسل عليكم شوان من نار ونحاس فلا تنتظر والذي يمر بهذه المناطق دون حماية كافية قد يهلك من التغيرات الجوية الكبيرة فبأي آية رب العالمين هذا يؤكد لنا الدقة الفائقة لمعنى كل كلمة جاءت في القرآن الكريم وكل آية قرآنية كريمة فإذا انشقت السماء فكانت برداتنا كالدهان يعني قلنا مرات عديدة أن هذا الكون الذي نحيا فيه سيتم تدميره بالكامل ويخلق ربنا تبارك وتعالى أرضا غير أرضنا هذه وسباوات غير السماوات المحيطة بنا فلذلك قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبراسل الله الواحد القهار فهذه الأرض ستدمر وهذه السماء ستدمر وستدمر وردة كالدهان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ونحن نرى النجوم يعني في مراحل حياتها تتحول إلى وردة مدهنة يعني وردة حمراء مدهنة فهذا إشارة إلى ما ستكون عليه هذه السماء يعني وقت تدمير الكون ونحن سنبعث إن شاء الله تعالى من الأرض الجديدة ومن طلاقة القدرة الإلهية أن كل رفاتنا ورفات أجدادنا والذين ستحقون بنا ستكون موجودة في الأرض الجديدة ينقلها رب الله تعالى بقدرته وعلمه وبطلاقة هذه القدرة الربانية فيعني لذلك قال هنا فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان يعني الله يعلم خبايا كل فرد من الإنس والجن فبأي آلاء ربك ما تكذبان يعرف المجربون بسماهم فيأخذ بالنواصل والأقدام يعني حتى قبل التحقيق قبل توزيع الصحف يعني يعرف كل إنسان بملامحه وشكله هذه جهنم التي يكذبوها المجربون يطفون بينها وبين حميم الآن حميم الآن يعني ماء شديد الحرارة يبلغ بالحرارة مبلغا كبيرا للغاية تحركوا بين النيران وهذا الماء الحميم الآن الشديد الحرارة فبأي آلاء ربك ما تكذبان وفي المقابل تقول اللي يتولي من خاف مقام ربه جنة يعني ليس جنة واحدة من جنة ثين فبأي آلاء ربك ما تكذبان ذوث أفنان مليئة بالزرعة مليئة بالخضرة الثنان هو الفرع الدقيق من الشجر فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهما عينان تجريان يعني تفضان على سطح الأرض فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهما من كل فاكتين زوجان يعني من كل نوع من أنواع الفاكية التي ذكرها القرآن الكريم من فوق الجنة ومن غيرها مما لا نعلم فيه زوجان يعني صنفين من كل نوع نعرفه نحن أو نعرفه إسمه نحن فبأي آلاء ربك ما تكذبان متكئين على فروش بطائن هو من السبرق وجنى الجنتين ذان الاستبرق والحرير السبيك صاحب الشراشيب الطرفية وجنى الجنتين ذان يعني من تكريم الله لأهل الجنة أن تصبح الثمر هذه قريبة من متناول أيديهم وذان يعني قريب فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهن قاصره الطرف الحر العين قاصره الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن فبأي آلاء ربك ما تكذبان كأنهن ليقوته والبرجان فبأي آلاء ربك ما تكذبان وإن تعلق الآيات هل جزاءه الإحساني إلا الإحسان فبأي آلاء ربك ما تكذبان ومن دونهما جنثان فبأي آلاء ربك ما تكذبان مدهام متان المدهام يعني الذي يقترب يعني الأخضر الغامق الذي يقترب لونه من السوان من شدة الخضرة ومن يعني ثراء النعمة مدهام متان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهما عيناني نضاختان يعني فورتان يعني يندفع منه الماء إلى ارتفاع فوق كل عين من هذه العيون فيهما عيناني نضاختان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان طبعا فاكهة الجنة مختلفة كلية عن فاكهة الأرض والله يقرب لنا المعنى يخاطبنا بما نعرف في هذه الحياة الدولية فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربك ما تكذبان حور مقصورات في الخيام الحور مرة أخرى فبأي آلاء ربك ما تكذبان لم يطنطن عينس قبلهم ملاجان فبأي آلاء ربك ما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبخري حسان يعني متكئين على السندس الأخضر والعبخري الدباج يعني صورة من صورة تكريم أهل الجنة في الجنة فبأي آلاء ربك ما تكذبان وتختم هذه الصورة الكريمة بقول ربنا تبارك وتعالى وقوله الحق تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بدأت بالرحمن وهو من أسماء الله الحسنة وصاحب الدلالة الكبرى على أن الله أرحم الراحمين وختمت بقول ربنا تبارك وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك وتعاليت ربنا وهنا نأتي إلى اختنصة الرحمن وننتقل إن شاء الله في لقائنا القادم من الصورة الواقعة وإذا كان عندكم أسئلة يعني عرضوها ونجيبكم عليها إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر